شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الله على عدائهم أجمعينا إلى يوم الدين كان حديثنا فيما مضى حول منازل الآخرة وذكرنا أن المنزل الأول من هذه المنازل أو بتعبير أدق مقدمة هذه المنازل هو مرحلة الإحتضار هناك عدة أشياء تنفع في مرحلة الإحتضار الشيء الأول الأمل بالرحمة الإلهية الشيء الثاني الإبتعاد عن الذنوب والموبقات الشيء الثالث الدعاء لحسن العاقبة أما الآمر الرابع الذي نريد أن نتحدث عنه في هذا اليوم فهو تثبيت الفؤاد بالعقائد الحق مقدمة لهذا الموضوع نذكر هذه النقطة وهي أن المعارف البشرية على نوعين النوع الأول المعارف المكتسبة الإنسان عندما يولد لا يحمل هذه المعارف في فؤاده لا وإنما على أثر التجربة أو التفكير والتأمل والمعادلات العقلية والقواعد المنطقية والبراهين الرياضية يصل إلى هذه المعارف مثل علم الكيمياء مثلا أو علم الفيزياء أو علم الهندسة أو علم الطب الإنسان عندما يولد لا يحمل هذه المعارف في قلبه وإنما يكتسب هذه المعارف شيئا فشيئا هذا هو النوع الأول من المعارف البشرية النوع الثاني من المعارف البشرية المعارف الفطرية الإنسان عندما يولد يولد وهو مزود بهذه المعارف هذه المعارف لا تحتاج إلى تحصيل لا تحتاج إلى اكتساب لا تحتاج إلى أستاذ لا تحتاج إلى تلقين لا تحتاج إلى تعليم الوالدين يعني حتى إذا واحد ولد في جزيرة منعزلة وفصل عن أبيه وأمه عندما ينمو هذا الطفل يحمل هذه المعارف في داخله من لطف الله حقيقة ورحمة الله بالإنسان أنه جعل أصول العقائد من هذا النوع الثاني من المعارف الفطرية وصول العقائد يعني شنو؟ يعني التوحيد يعني العادل يعني النبوة يعني الإمامة يعني المعاد من لطف الله سبحانه وتعالى بالإنسان أنه جعل هذه المعارف معارف فطرية يعني معجونة مع كيان الإنسان الإنسان يولد وهو يحمل هذه المعارف بلا حاجة إلى تعليم أو تلقين مثلا كل ظاهرة إمكانية تحتاج إلى علم مو كلامنا في هذا اللافظ كلامنا في هذا الواقع هذا ما يحتاج إلى تعليم ما يحتاج إلى تلقين حتى الطفل يفهم هذه القضية الطفل يفهم هذه القضية ولذلك الطفل إذا في يوم إلى أيام جاء إلى البيت وشاهد شيئا جديدا في البيت يقول من الذي فعل هذا الشيء من الذي فعل إذن أكو هنالك فاعل وراء هذه الظاهرة ميت مكّن يقنع قلب ووجدان أن هذه الظاهرة وجدت بدون عل وبدون سبب يقول لا أكو هنالك سبب وراء هذه الظاهرة الشعوب البدائية هذه من الملاحظات التي أطبق عليها علماء الاجتماع هذه الجذور التي الله سبحانه وتعالى يشير إليها بقوله فطرة الله التي فطر الناس عليها هذه فطرة يعني الإنسان خلق هكذا العلماء علماء النفس وعلماء التاريخ راجعوا كلماتهم وعلماء المجتمع يطبقون على أنه ما من مجتمع من المجتمعات حتى المجتمعات البدائية اللي كانت قبل التاريخ إحنا عدنا تاريخ مدوّن وعدنا ما قبل التاريخ حتى هذه المجتمعات البدائية الموغلة في الجهل وفي التخلف الحفريات عمليات التنقيب أشارت إلى آثار تدل على أنهم كانوا يؤمنون بالله حتى هذه الشعوب عندما كانوا يدفنون موتاهم الشعوب القديمة البدائية عندما كانوا يدفنون موتاهم كانوا يدفنون بطريقة تدل على أنهم يؤمنون باليوم الآخر أنه أكو هناك معاد إنسان بدائي ما عنده معلومات ما عنده علم ولكن هذه الفطرة تفرض عليه الإيمان بالله وتفرض عليه الإيمان باليوم الآخر فطرة الله التي فطر الناس عليهم هناك دول هناك إمبراطوريات حاولت أن تقمع هذا الاتجاه الديني تخلع من القلوب هذا الاتحاد السوفيت أكثر من ستين عام عملوا كل طاقاته وإمكاناته بوسائل الترهيب بوسائل الترغيب بتلك التعذيبات الرهيبة حتى يقلعوا جذور الإيمان من القلوب ولكن تمكنوا بعد ستين عام أكثر وإذا بالإيمان يعود موجود بمجرد ما ارتفع الضغط ظهرت هذه الفطرة بعض أصدقائنا كانوا قد ذهبوا من قوم إلى الاتحاد السوفيتي فمجموعة من الأهالي كانوا قد طلبوا من هؤلاء الترغة قالوا إذا أجيتوا في المرة القادمة جيبوا لنا ترغة لأن هذه العلاقة بالدين العلاقة بالإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه أبقتهم مع كل هذا الجو الذي كان طوال هذه السنوات الطويل إذن في الواقع هذه الأصول وهذه الجذور هذه جذور عقائدية فطرية الإنسان في مقابل التشكيك يجب أن يرجع إلى فطرته الإنسان إذا رجع إلى فطرته يجي واحد يقول لكم لا يوجد هناك إله الإله خرافة ما يحتاج إلى برهان ما يحتاج إلى دليل ما يحتاج إلى دليل الدور والتسلسل وبرهان الصديقين لا هي الفطرة واحد يرجع على فطرته ممكن أن يكون هذا الكون بلا خالق معقول هذا البناء بناء متواضع لا يمكن أن يكون بلا باني هل يمكن أن يكون هذا الكون بلا خالق هو هذا المنطق البسيط بعيدا عن الاستدلالات العلمية كافي لتثبيت الإيمان في الفؤاد العدل الله سبحانه وتعالى عادل الآن أكثر المسلمين مع الأسف الذين ابتعدوا عن مدرسة أهل البيت لا يؤمنون بعدل الله يقولون الله معادل الله سبحانه وتعالى يمكن يأخذ أبا جاهل ويضعه في أعلى درجات الجنة ويأخذ أبو ذار ويضعه في أسفل دركات النيران أكثر المسلمين الآن الذين ابتعدوا عن منهج أهل البيت يعتقدون بهذا الاعتقال ومصرين علي ويكتبون ه في كتبه هذا المطلب ينسجم مع الفطرة ينسجم مع الوجدان يمكن أن الله سبحانه وتعالى الخالق الغني واحد محتاج يمكن يظلم واحد لئيم يمكن يظلم واحد خبيث يمكن يظلم واحد معقد يمكن يظلم الله الغني الرحيم الجامع لصفات الجمال والكمال يمكن يظلم حقيقة هذا ينسجم مع الفطرة الفطرة تقبل هذا الشيء إذن التوحيد عقيدة فطرية العادل عقيدة فطرية النبوة عقيدة فطرية إذا واحد جاءكم وشكك في ظاهرة النبوة لا النبوة قضية وجدانية فطرية لا تحتاج إلى برهان ولا تحتاج إلى استدلال الراب العائلة عنده طفل هذا الطفل ما يعرف مصالحه ما يعرف ما يضره ما يعرف ما ينفعه هل هذا الأب يسمح له وجدانه أن يتركه ممكن الإبن الصغير دا يأكل سوم ما يعرف الأب يقعد يتفرج علي حتى يأكل السوم يقول أنا ما علي ممكن إحنا نسوي هذا العمل السيد البروجيردي رحمة الله عليه سئل عن الدليل هذا المرجع الكبير على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فأجاب بدليل وجداني ما يحتاج إلى برهان وجدان قرأ هذا البيت أقربيني نابينا وشاهاس أقر خاموش بنشيني قناهاس أعمى دا يمشي أمامكم وأمامه أكو بير هذا ما يدري إذا شوية يمشي يوقع في ذلك البير في تلك البير ويموت أنتم تقعد ولا تقول كلمة إلى أن الأعمى يروح ويوقع بالبير وجدانك يرضى بذلك الضمير يرضى بذلك لا الله تعالى يترك البشر هذا رأي كثير من المفكرين الغربيين يقول أنا ما علي خلي يقتلون يتناحرون يفسدون في الأرض أنا ما علي أي شي يردون يسوون خلي يسوون الله يعرف ما يصلحهم وما يفسدهم يقول أنا ما علي خلي يرحون أي مكان يردون يرحون هذا معقول يعني الإنسان إذا رجع إلى فطرته ولاحظ فطرته يجد أن هذه القضايا واضحة مثل وضوح الشمس الآن في لون الآن نهار واضحة أمام الإنسان الإمام من القضايا الوجدانية الواضحة أنتوا وعدكم دكان كل ما في الدكان قيمت ميد دينار فقط تردون ترحون إلى البيت إلى عمل نصف ساعة هل تتركون المحل هكذا تتركون أي شي يحدث في هذا المحل قائد دولة ولو دولة متواضعة أربعة أشبار عندما يسافر يخلي مكان وليا للعاهد حتى ليصير فوضاء حتى ليصير تناحر في هذه الأمة النبي صلى الله عليه وآله اللي كان حريص على هذه الأمة حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يأتي ويترك هذه الأمة اللي كان يهتم بدقائق الأشياء حتى النبي يقول عندما تمسح وجهك لا تمسح بقوة لأن هذا يزيل بريق الوجه في رواية هذا مضمون عندما تدلك الوجه بالمنديل لا تدلك ه بقوة لأن هذا يزيل بريق الوجه يزيل جمال الوجه إلى هذا الحد هذا مضمون الحديث مونص الحديث يهتم بأدق الأشياء ثم يأتي ويترك الأمة فليذهبوا يتناحروا يتنازعوا الآن المسلمين كم سنداء يتنازعون 1400 سنداء يتنازعون وقتل وفتن وحروب وثورات وتل الجماج من القتلى في الفتن الطائفية النبي يقول أنا ما علي معقول هذا المنطق هذه القضايا التوحيد العادل النبوة الإمامة المعاد كلها قضايا وجدانية ومضافا إلى ذلك هي قضايا برهانية البرهان قائم عليها البراهين ذكرها العلماء سطروها في كتبه تعبوا وأجهدوا أنفسهم الإنسان بهذين الطريقين طريق الوجدان الرجوع 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 إلى الفطرة إلى أصلية وعن طريق البرهان يجب يجب أن يثبت دعائم الإيمان في قلبه إيمان يكون قوي مو يجي واحد يقول ماكو الله واحد فورا يشكك حقيقة أكو الله أو ماكو الله هذا الدليل الضعف هذا الدليل أن الإنسان قلبه غير مطمئن الله تعالى يقول وقلبه مطمئن بالإيمان في عمار عمار أخذو عذبو قتلوا أباح قتلوا أمه فقال لهم باللافظ ما يريدون جاء جماعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وقالوا له إن عمار قد كفر فقال النبي صلى الله عليه وآله كلا إن عمارا ملئ إيمانا من قرنه إلى قدمه قدم مليء بالإيمان واختلط الإيمان بلحمه ودمه هشك الرجل كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وكان مع أمير المؤمنين شيخ عمره 94 سنة ولكن هذا الإيمان راسخ في فؤاد في حرب صفين قال والله ما يتأثر بالظروف ما يتأثر بالأحداث الأشياء الخارجية لا مؤمن وإيمان قوي والله لو هزمونا إلى سعفات هجر لعلمنا أننا على الحق وأنهم على الباطل هذا الإيمان الإنسان يجب عليه أن يثبت هذا الإيمان في قلبه نقل لأحد الإخوة أنه في مجمع مضمون القضية واحد نقل أنه كان في حرم الإمام الرضا صلوات الله عليه على ما أتذكر فشاهد معجزة من الإمام الرضا بعينه هو شوف نحن كثير سامعين معاجز ولكن هذا الرجل شاهد هذه المعجزة بعينه إحنا إذا نشوف هالشكل معجز إيماننا ما يثبت أكثر ما يزداد أكثر قال أحد الحاضرين إذا أنا كنت أشوف هذه المعجزة بعيني لزاد إيماني بالإمام الرضا أكثر كان أحد العلماء قاعد التفت إلى هذه الكلم قال أما أنا فلو كنت أرى هذه المعجزة بعيني لما زاد إيماني بالإمام الرضا صلوات الله عليه لأن إيماني بالإمام الرضا إيمان كامل هالشكل عندي أنا أعتقد أن هؤلاء الله أعطاهم الكون بيدهم إشلون الله يطل لملك الموت هذه السلطة سلطة قبض الأرواح الله أعطى للمعصومين الكون بأيديهم هالشكل يتصرفون حسب المصالح الواقع أنا إيماني كامل قلبي مطمئن حتى إذا أشوف المعجزة بعيني مزددت يقينا لأن يقيني واصل إلى أعلى مراتب هذا هو القلب المطمئن بالإيمان القلب الذي لا تزلزله شبه ولا يزلزله كلام هذا الإيمان الذي ضروري يثبته ينفع الإنسان في لحظاته الأخيرة لأنه هذه اللحظات هي الفرصة الأخيرة للشيطان الشيطان عند حقد قديم معنا نحن البشر من أبينا آدم صلوات الله عليه وأمنا حوار قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين يريد واحد واحد منه يجرن إلى النار والعياذ بالله الفرصة الأخيرة للشيطان لحظات الاحتضار يعني هاي اللحظات تقرر أن الإنسان سعيد أم شقي أن هذا الإنسان من أهل الجنة أو من أهل الجحيم لذلك الشيطان في هذه اللحظات والعياذ بالله يركز جهد على أن يسلب إيمان المؤمن يسلب إيمان وهناك شيطان يقال له العديلة اسم الشيطان العديلة هذا الشيطان مكلف أنه واحد واحد من المؤمنين يجيهم في لحظات الاحتضار يطرح عليهم الشبح يطرح عليهم الإشكالات إذا واحد مو قوي يتأثر فيسلب منه إيمانه والعياذ بالله وهناك دعاء مذكور في المفاتيح دعاء العديلة ودعاء يقال له أيضا الرفع العديلة دعاء الرفع العديلة يعني هذا الشيطان يبتعد عن الإنسان هذا الدعاء دعاء العديلة مروي عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه فالإنسان في تلك اللحظات إذا الآن ما يثبت إيمانه بالوجدان وبالبرهان في ذاك الوقت يكون على خطار أما إذا الإنسان الآن ثبت إيمانه قو إيمانه رسخ إيمانه الشيطان بعد لا سلطان له عليه هذه من الأشياء المصيرية حقيقة ليس شي عادي صار أو ما صار المهم أن الإنسان يثبت إيمانه حتى لا يسلب الشيطان إيمانه الآن أو في تلك اللحظات تثبيت الفؤاد بالعقائد الحق وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شعت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالو مضاتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر